اهلا بكم مشاهدين في هذا اللقاء الخاص وهذه القراءة في تقرير آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ضيفي هنا في يارستوديو سيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لنقرأ معه ملامح هذا التقرير وما يحتويه من كثير من المعطيات أهلا وسهلا بك دائما معنا على الشاشة السين بسعب المساعدة شكرا على استضافتي دائما يعني الجواب باين من عنوانه في المنطقة باعتبار هذه الصناعات والاحتقانات والحروب وبالتالي ينعكش ذلك بالضرورة على تقييمكم لأفاق الاقتصاد في المنطقة نود أن نتحدث عن انعكاسات المشهد على توقعاتكم شكرا مجددا على استضافتي ما في شك أنه طغى العنصر الجيوسياسي على توقعات الاقتصادية للمنطقة وخاصة للدول المستوردة للنفط الدول التي عانت من هذه الصراعات فينا نعتبر اليوم أن هناك ثلاث مفاصل أساسية تأثير الحرب على الدول التي هي أكثر تأثرا يعني فلسطين لبنان التأثير النسبي للدول الأخرى المجاورة الأردن مصر العراق وسوريا والتأثير غير المباشر لهذه الحرب على الدول الأخرى من خلال القطاع النفطي من خلال السياحة وأيضا من خلال التجارة بالمقابل دول مصدر للنفط وخاصة دول الخليج حافظت على مستوى جيد من النمو للقطاع غير النفطي وتراجعت توقعات القطاع النفطي نظرا لتمديد اتفاق أوبيك بلس اللي بيخفض من مستوى الانتاج جيد دعنا سيد جهات في هذه القراءة يعني ليس استثناء ولكن نتعرض لمعضة الاقتصادات التي تعرض لمواقف خاصة هذه المرة وقامت فيها حروب لبنان على سبيل المثال آخر للداخلين إلى هذا نفق الحروب وقطاع غزة لبنان كانت لكم اتصالات وتواصل فيما يتعلق بالامداد النقد عبر صندوق النقد الدولي هل تؤثر هذه الظروف على هذه المجريات؟ بالحقيقة نحن نتابع بالتطورات الأوضاع بقلق في لبنان وفي فلسطين خاصة أن الكلف البشرية كثير عالية وحجم النزوح والتأثير لهذا الصراع كبير جدا على المجتمع اللبناني على المواطنين اللبنانيين وأيضا على الاقتصاد هذا اليوم يوضع لبنان أمام تحدي كثير كبير لملمت جراحه المحافظة على استقراره وأيضا تأمين الحماية الاجتماعية والصحية لحوالي 20% من الشعب اللبناني الذي نزح لهذا سبب يوم الأولوية الأولى هي أولوية تضمية الجراح إدارة الأزمة وهذا بيطلب من خلال أصدقاء لبنان وأشقاء لبنان دعم كبير يجب أن يكون من خلال هبات ومنح عيني أو مدية لإحتضان هذا الوضع وتخفيف المعاناة يبقى على الموضوع الآخر الذي هو تأثير هذه الحرب هذه الحرب لها تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني بالدرجة الأولى إلى تأثير على البني التحتيم إلى تأثير على منطقة كبيرة التي هي جنوب لبنان منطقة زراعية هناك أيضا تأثير على القطاعات القطاع السياحي القطاع التجاري واجزء من القطاع الصناعي تأثروا الخدمات الاجتماعية كذلك الأمر عم تعاني بالإضافة إلى أنه لبنان كان يعاني من أزمة اقتصادية مالية اجتماعية حادة خلال الأربع سنوات الماضية أثرت كثير على الوضع الداخلي نعم خاصة وضعه في قائمة الرمادية في الفترة الأخيرة أيضا ربما يلقي بدلاله على المشهد فلسطين وقطاع غزة طبعا تبقى واحدة من الإشكالات المعقدة في هذه المنطقة والكبيرة والسلطة الفلسطينية أيضا لحظنا قبل أيام الأوروبا تطالب من إسرائيل فك القيود المالية حتى تتدفق بشكل أو بآخر كيف تتعاطوا أنتم كصندوق في هذه الزاوية الحقيقة نحن على التواصل مع السلطة الفلسطينية ونساعد بما يتعلق بتحديد الحاجات هناك معونة تقنية لتحديد تأثير هذه الأوضاع على اقتصاد الفلسطيني وخاصة اليوم أنه صار فيه اقتصادين عم يتعرضوا اقتصاد الضفي واقتصاد غزة اللي هو عم يعاني من كارثة كبرى هناك تعاون مع البنك المركزي مع مؤسسة النقد الفلسطينية لتأمين أعلى درجة من السيول اللي يكون هناك في حركة تمويل لتمكين الاقتصاد للاستمرار بهذه الظروف الصعبة جيد أموركم سألت بشكل جيد مع مصر واكتملت كل الترتيبات والتصنيفات والتمويلات إلى ما ذلك لكن خرج الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي في ظل الزيادات الأخيرة وكثير من العوامل الداخلية في مصر وتحدث عن إمكانية مراجعة البرنامج الدفوعات مع الصندوق كيف تتعاطوا أنتم مع هكذا تصريح؟ إلى أي مدى لديكم استعداد لذلك؟ بالحقيقة الصندوق كان من الدعمين الأساسيين لمصر خلال العشر سنوات الماضية تلات برامج أساسية من 2016 إلى هلأ وكبنا مصر بكل التحولات والصدمات التي عانت منها لا يوجد شك الاقتصاد لمصري اليوم يعاني من تداعيات الأزمة وخاصة على صعيد القطاع التجاري وعلى صعيد عائدات قناة سويس لهذا السبب بشهر أبريل هذا العام نيسان تم رفع حجم برنامج الصندوق من 3 مليار إلى 8 مليار أي بزيادة 5 مليار دولار إخذين بعين الاعتبار تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري نشهد حاليا بالرغم من التحديات التي يعني تواجه مصر تحسن تحسن بمستويات النمو التي من المتوقع أن ترتفع خلال العام المقبل تصل إلى حوالي 4% تراجع التدخم الذي هو ليس فقط يساهم بالاستقرار إنما أيضا يساهم بتخفيف المعاناة عن المواطن وعن كاهل المواطن ونتأمل أن يكون هناك تسريع بالإصلاحات خاصة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص الصندوق على تعاون مع مصر وهذا التعاون كمان ساهم برفع مستوى الدعم الخارجي كان من الإمارات 30 مليار اتحاد الأوروبي ومن المؤسسات المالية الدولية ونحن على تواصل دائم مع السلطات المصرية الشهر المقبل سيكون هناك بعثة من الصندوق للقيام بالمراجعة الثالثة جيد ونحن نقرأ في تقريركم عن أفاق الإقتصاد في الشرق الأوسط هذه المنطقة فيها دول مصدرة للنفط وأخرى مستوردة بطبيعة الحال أسعار النفط لا أقول لم تسعف هذه الدول لكنها لم تنسجم مع التحادة التوترات الجيسية والأوضاع الاقتصادية حول العالم وبالتالي جاءت في متوسطات السبعين كيف تقرؤون هذه النسب ما هي تأثيراتها يعني السعودية تحدثوا عنها وخفضتوا من سقف التوقعات للنمو بالدرجة الأولى هناك إرادي للمحافظة على استقرار سعر النفط بمستويات مقبولة عالميا وهذا هو الاستراتيجية التي يعتمدها اتفاق أوبيك بلس تمديد اتفاق أوبيك بلس خفض من القدرة الانتجية لهذا السبب تم إعادة النظر بمستوى النمو بالقطاع النفطي بالمقابل كما تفضلت القطاع غير نفطي هو القاتل الأساسي للنمو بدول الخليج وأيضا بالمملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يتحسن هذا العام ويتحسن أكثر بالعام المقبل توقعاتنا للنمو بالعام المقبل للمملكة العربية السعودية بحوالي 4.2% وهو مستوى مقبول جدا أعلى مستوى نمو بدول الخليج ستكون لدولة الإمارات تليها السعودية والدول الأخرى مما لا شك هذه التوقعات أيضا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر حال الترقب العالمي وخاصة بما يتعلق بحجم الطلب الطلب المتأتي من آسيا ومن أوروبا الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها ومخاطر ارتفاع الحالي الذي نعاني مننا اليوم وهي حالة النزاع ثلاثة التي هو السرعة بتنفيذ الاستثمارات التي اليوم هي مبرمجة هالثلاث عناصر سيكون لها التأثير على الأداء الاقتصادي بدول الخليج للعام المقبل والي العوام التي تليها بالمقابل هناك دول مستوردة للنفط وبعض هذه الدول اقتصاداتها هشة لحد ما غير قادرة على الصمود في أوجه العواصف إلى أي مدى تأثرت ويمكن أن تسمي لبعض الدول التي كانت تأثيرها أكبر نتية لعدم استعدادها الداخلي لتلقيها كذا صدمات بالحقيقة هنا بدنا نصل من المجموعتين الدول المتوسط الداخل ما يسمى بالدول الناشئة بعضها يعاني من أزمات ديون عالية والبعض الآخر قام بإجراءات ساهمت بتحسين وضعه الاقتصادي أو المحافظة على الاستقرار على سبيل مثال الأردن بالرغم من الضغوطات والتأثير التي تعرض له الأردن بالقطاع السياحي حافظ الأردن على مستوى من الاستقرار حسن مستويات النمو ومما شاهدنا بمطلع هذا العام تحسين بالتصنيف الاقتماني للأردن وهذا المغرب أيضا على سبيل المثال تمتع بحركة اقتصادية جيدة رفع مستوى الاستثمار والوضع الاقتصادي يستفيد حاليا من التطورات الإيجابية بالقرى الأفريقية هناك دول أخرى تعاني من مستويات مرتفعة من الديون واليوم مشكلة الديون تضاعفت نظرا لارتفاع مستويات الفوائد التي خلت خدمة الدين تكون عبء كبير لهذا السبب نحن نشجع هذه الدول المحافظة على الاستقرار من خلال خلق مساحة مالية هذه المساحة المالية من خلال السياسات المتأنية ماليا للمساهمة بدعم حركة النمو وأيضا لتوسيع شبكة الحمالة الاجتماعية التي تأثرت بسبب ارتفاع مستويات التدخل سيد جهاد أرجو أن تبقى مع جهاد أزعور المدير صندوق النقد الدولي في أشرق الأوسط وشمال الأفريقي وأسيا الوسط سأعود إليك بعد قليل في هذا اللقاء أنتم كذلك مشاهدين الكرام نبقى مع فاصل ولقاء خاص هذه المرة في معية صندوق النقد الدولي أهلا بكم من جديد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسط في صندوق النقد الدولي معنا في هذا اللقاء الخاصة سيد جهاد نعود إليك من جديد يعني والعود أحمد السوداني أشهد حرب بطبيعة الحال كيف تؤثر على اقتصاده المنهك وكيف تتعاطون معه بما لا شك الوضع الإنساني مقلق في السودان حجم الدمار حجم التهجير الكلفة البشرية عالية جدا بالإضافة أنه في شريحة كبيرة من المجتمع السوداني اليوم تعاني من مشكلة عدم قدرة على الحصول على الحد الأدنى من الغزاء والحماية الاجتماعية بالحقيقة هذا مؤسف نظرا للقدرة الاقتصادية الكبيرة الموجودة بالسودان وأيضا كان هناك مبادرة لأعفاء السودان من الديون بالعام 2022 التي كانت أكبر عملية من الديون خلال العشرين سنة الماضية إنما الحرب الأهلية أطاحت بكل هذه الأمور اليوم الوضع الإنساني مقلق هناك ضرورة لوقف النزاع هناك ضرورة لتأمين دعم للسودان للمحافظة على القدرة البشرية وأيضا لتمكين السودان من التقاط أنفاسه والعودة إلى النهود الأزمة بالسودان أيضا لها إنعكسات على دول الجوار ودول منطقة أكين أفريئيا أو على صعيد الشرق الأوسط لهذا السبب من الضروري اليوم معالجة هذه الأزمة سريعا وسريعا جدا سيد جهادي ونقلب في صفحات هذا التقرير أفاق الإقتصاد الإقليمي نتحدث عن حجم التمويلات التي تحتاجها المنطقة في العام 2025 يعني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجم التمويل المطلوب للعام المقبل بحوالي 268 مليار دولار بالطبع هذا يشمل أيضا الدول المصدرة للنفط بارتفاع بحوالي 8 مليار مقارنة مع العام 2024 هناك عدة عناصر أساسية يجب نظر لإلى كلفة هذا التمويل خاصة مع ارتفاع مستويات الفوائد وانعكاس هذه الكلفة على ميزانيات بعض الدول يلي اليوم أصبح الكلفة الأعلى بنفقاتها هي لخدمة الدين يجب العمل على تخفيض هذه الديون يجب العمل على خلق مساحات ملي لتحسين أوضاع الاجتماعي هناك أيضا الاعتماد الأكبر الذي نشوفه على على تمويل القطاع الخاص وهذا أيضا عنصر يجب العمل على توسيع رقعة الأسواق المالية ليكون هناك التأثير أقل على تمويل الاقتصاد وخاصة أن المنطقة بحاجة إلى تمويل والتقرير يظهر ضرورة رفع مستوى التمويل للقطاع الخاص لخلق فرص عمل وهذا عنصر مهم العنصر التالت والأساسي الذي هو اليوم أن نجح الدول المنطقة باستثناء بعض الدول إلى تخفيض مستويات التدخم تخفيض مستويات التدخم إلى حوالي 3% يساهم تدريجيا بالعمل على تخفيض مستويات الفوائد وهذا عنصر إيجابي لذا من الضروري اليوم القيام بعدة نقاط أساسية أولا المحافظة على سياسات اقتصادية جيدة ومحافظة اثنين تسريع وطيرة الإصلاح لرفع مستويات الإنتاجية بالاقتصاد ثلاثة إعادة النظر بالعدالة الاجتماعية أكان بالعدالة الطريبية من شها أو عدالة التوزيع من خلال المفاق الاجتماعي نعم هذا فيما يتعلق بما هو متوقع ما الذي قد تبوه فعليا يعني ولأي الدول بما فيها مصر نحن كسندوق أكبر شريك مالي لدول المنطقة خلال الأربع سنوات الماضية قدم السندوق 47 مليار دولار دعم أعلى نسبة دعم لكل المؤسسات المئلية الإقليمية والدولية خلال هذا العام فقط قدمنا حوالي 14 مليار دولار هذا بالإضافة إلى التخفيض الأكليفي اللي اليوم أقره مجلس إدارة السندوق الذي سيساهم باستعادة يعني حوالي مليارين دولار لدول منطقة خلال السنوات الخمسة الستة الماضية وهذا عنصر إيجابي بالإضافة لهذا الأمر يساهم الصندوق أيضا من خلال توزيع السيول اللي تم خلال عام 2022 بإعطاء قدرة تمويلية بكلفة منخفضة جدا بالوقت اللي اليوم عم ترتفع نسبة الفوائد وأيضا بالوقت اللي عدد من دول منطقة لا يمكن لها الدخول بالأسواق المالية العالمية هذه السيول ساهمت بالإضافة لهذا الشيء الصندوق يقدم معونة تقنية كبيرة لدول المنطقة أكيد من دول التي تعاني النزاعات من خلال المركز الإقليمي للمعونة التقنية ومن خلال المكتب الجديد التي افتتح هذا العام بالمملكة العربية السعودية والذي من شأنه أن يساهم بدعم السياسات الاقتصادية بالمنطقة من خلال اجتماعاتكم الأخيرة اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين أنتم من الدائنين دعنا نعتبر على سبيل المثال كيف تعملوا على أحداث توليفة لا تجعل الديون عند الدول بهذا الحجم وفي ذات الوقت تقدم معوناتكم الفنية والتقنية الاستداني العالمي ارتفعت إلى أرقام قياسية 100 تريليون دولار والحجم الأكبر لهذه الديون بالدول المتقدمة أو الدول الصناعية يعني الولايات المتحدة وصين هن أكبر دولتين لديهم حجم ديون مرتفع إنما تأثير هذه الديون هو بالدرجة الكبرى على اقتصادات دول الناشئة ولهذا السبب كان هناك تفكير بعدة أمور أولا رفع القدرات التمويلية للدول الناشئة لتمكين هذه الدول من تمويل الحاجات المستقبلية خاصة بمعالجة مشكلة المناخ معالجة مشاكل النزاعات وتأمين الحماية الاجتماعية أكبر لشريحة أكبر من المواطنين هناك أيضا الدول التي تعاني من دول مرتفعة وخاصة الدول الفقيرة وهون كان فيه تمديد لبرنامج التمويل الذي يعطي تمويل من دول فائدة للدول الفقيرة ثلاثة هناك حاجة عالمية للتعاون ضمن المنظومة التعاون الدولي للتقليص مستوى التشنج الذي يشهده الاقتصاد العالمي مستويات النمو على المدى المتوسط منخفضة عالميا أقل من ما شاهدناه خلال العقدين الماضيين هناك ضرورة لإعادة تفعيل الاقتصاد العالمي وأيضا عملية مواكبة الدول النامية لتلحق بركب النمو الاقتصادي العالمي هذه الأوضاع المعقدة الآن في المنطقة والتي أثرت على الاقتصاد وأثرت على معادلات التضخم إلى أي مدى هذه الدول في المنطقة تحتاج إلى سياسة مالية لا نقول جديدة لكن ما هي رؤيتكم لسياسة مالية التي يجب أن تنتهج في هذه المنطقة سوأكار دول مصدرة للنفط أو حتى دول مستوردة تحتاج أن تتجاوب مع هذه المعطيات والظروف بالتقرير الذي أصدر اليوم هناك دراسة عن مستويات النمو على المدى المتوسط وتشير هذه الدراسة أن مستويات النمو منخفضة حتى بالدول التي لديها الدخارات كبرى هذا يعود إلى انتجية منخفضة وأيضا إلى عدم استعمال كافي للموارد الميلية لهذا السبب نحن نحب في تعميق الأسواق الميلية توسيع القدرة التمويلية العمل على المحافظة على الاستقرار المالي تخفيض حجم الاستداني العام التي تنهك الاقتصاد وتقلص من قدرة التمويل للقطاع الخاص بالإضافة إلى أعطاء دور أكبر للقطاع الخاص هناك حاجة إلى توسيع رقعة القطاع الخاص بالاقتصاد من خلال انحسار دور الدولي المنافس للقطاع الخاص ورفع دور الدولي المساند للحركة الاقتصادية من خلال استثمارات ببناء تحتية جديدة تكنولوجيا تسريع العمل بمعالجة المشاكل المناخية وتخفيض القيود بين دول المنطقة هذه المنطقة لديها القدرة من الاستفادة الكبرى من خلال فتح قنوات التفاعل وأيضا التبادل الاقتصادي والتجاري أخيرا سيد جهادي أنتم تعدون هذا التقرير عن أفاق الإقتصاد هل هناك دول بعينها لفتت انتباهكم سلبا أو إجابا توقفتم عندها مما لا شك في الدول التي تعاني من النزاعات توقفنا عندها لبنان اليمن السودان فلسطين هذه دول تعاني من النزاعات تؤثر هذه النزاعات على اقتصاد الحالي وعلى أفاق المستقبلية نظرا لكلف الكبيرة لإعادة الأعمار ونظرا أيضا لعدم قدرة البلدان التي تعاني من حروب على تسريع وطيرة النمو وهذا الأمر شاهدناه بالمنطقة خلال الأعوام الماضية أن الحروب كان لها تأثير كبير على القدرة على النهوض هناك مجموعة أخرى الدول التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة والتي بحاجة إلى المواكبة لتخفيض كلفة هذه الديون أعباء على الاقتصاد ومساعدتها إلى إعادة الحركة والدورة الاقتصادية هناك أيضا مواكبة الدول كل الدول العربية لرفع مستوى الانتجية تحسين الأداء الاقتصادي والاستفادة اليوم أن العالم بحاجة إلى أطر للتعاون دول منطقة ممكن أن تكون هذه الدول التي تساهم بربط العالم وهذا عنصر مهم للمرحلة المقبلة ممكن أن يكون أحد أفاق النمو للمنطقة العربية جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لأشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا الوسط دائما نحن سعادة ونشكر بيذك معنا على شاشة تي أم بي سي عربية شكرا جديدا على استضافتي وشكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذا اللقاء الخاص مع مدير صندوق النقد الدولي لأشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا الوسط ونحن نبحث معه في تقريرهم الذي صدر مؤخرا فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي للمنطقة واقع الضبابي واستشراف للمستقبل أفضل إلى اللقاء اشتركوا في القناة